في 17 أب 2020، أي بعد عشرة أيام من احتجازه غير القانوني، كان الخروج الأول للمدير العام للجمارك منذ اعتقاله، لكن الوجهة لم تكن الحرية، بل ثكنة عسكرية أخرى اقتيد إليها بشكل مفاجئ وفوري للمثول أمام قاضي التحقيق العدلي فادي صوان في سلسلة مخالفات جوهرية جديدة تجعل من التحقيق الابتدائي باطلاً. بقفص حديدي غير لائق إنسانياً، في ألية عسكرية تم نقل بدر ظاهر، طلق معاملة الإرهابيين، وخضع لسوء المعامل والتعذيب، إذ أرغم على انتظار وصول المحقق العدلي ثلاث ساعات في القفص الحديدي وفي لهيب شمس أب، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وللإشارة، فإن قانون العقوبات نص في مدته 762 على عقوبتي الحبس والغرامة لارتكاب جريمة إساءة معاملة حيوان، فكيف إذا كان القهر يمارس على الإنسان؟ مخنفة حق الدفاع عن النفس لم تحصل في التحقيق الأولي فقط، بل أيضاً في التحقيق الابتدائي، حيث بدأ فصل جديد من فصول المؤامرة. اقتيد ظاهر إلى ثكنة عسكرية، تبين لاحقاً أنها كانت المحكمة العسكرية، وهنا المفارقة إذ كيف يقوم المحقق العدلي باستجواب ظاهر في ثكنة عسكرية لا في قصر العدل. كما أن اقتياد المدير العام للجمارك من دون أي تبليغ خطي أو شفهي، لا بإحالة قضية انفجار المرفأ على المجلس العدلي، ولا بتعيين قاضي تحقيق عدلي، ولا حتى بالادعاء عليه، خلافاً للمادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي توجب استدعاءه بموجب مذكرة دعوة أصولية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاستجواب. علماً أن وثيقة التبليغ وبموجب المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يفترض أن تذكر التهمة المسندة إلى ظاهر المرجع القضائي المكلف والصفة التي استدعي فيها، لكن في حالة بدر ظاهر لا تبليغ ولا احترام مهلى، ما يعني أن أي نسخة لم تترك لظاهر للطلاع عليها على الأقل، وبالتالي لا علم له بهوية القاضي، كما لم يعرف بأي صفة تم استدعاؤه، هل كمدعن عليه أو كشاهد أو غير ذلك، خصوصاً أن ظاهر لم يعلم بالادعاء عليه من المحام العام التمييزي إلا عند مثوله أمام المحقق العدلي فادي صوان. هذه المخالفات الفاقعة حرمت المدير العام للجمارك من حقه بتحضير نفسه للتحقيق في خرق فاضح إضافي لحقه بالدفاع عن النفس. أنا جبوني مني عارف لا لو رايح، ولا لعند مين، ولا شجي أعمل، ولا شصفتي، أمام مذكر الدعوة، طالع ظاهر المحقق العدلي فادي صوان محدداً أن هذا الأمر يخالف المادة 87 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي توجب إبراز ورقة الدعوة قبل الاستماع إليه، ما يعني عملياً أن محضر استجواب ظاهر من قبل صوان باطل. في تقرير الغد، صوان يباشر التحقيق متجاهلاً كل الموانع القانونية.